وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا إيش؟ أن أعبدوا الله يعني الرسل أرسلوا ليقولوا للناس إيش؟ أعبدوا الله أيها الإخوة لما جاءت الآيات لما ذكر الشرك وذكر كذكر أيضاً الأندات ذكر الأندات يعني قال الله تعالى وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ إيش؟ أنداداً أي شركاء وهذا ما ذكلمنا عن وقلنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر وكذلك أيضاً الشرك الخفي لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال أي الذنب أعظم؟ انظروا أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله نداً إيش؟ وهو خلقك فالند هو الشريك مع الله وكل أنواع الشرك كما ذكرنا داخل في هذا الباب فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه وَمَا خَلَقْتُوا الجنة والإنسة إلا ليعبدون ما معنى يعبدون؟ أن يوحدون هذا المعنى إذن معنى يعبدون أن يوحد الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُوا الجنة والإنسة إلا ليعبدون فهنا لاحظنا أن ما خلقت الجنة والإنسة ثم قال إلا الماء النافية ومع إلا هنا تفيد تفيد الحصر والقصر في هذا المعنى للكلام أي أنه أن الله لم يخلق الجن والإنس لغاية إلا لعبادته وحده هي العبادة أي أنه خلقهم لغاية واحدة وهي أن يعبدوه ويوحدوه وهذا هو المعنى في هذا الباب ولذلك أيضا ما يتعلق بأيضا هذه الآية تأتي آية أخرى عندما قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يعبدوا الله يعني الرسل أرسلوا ليقولوا للناس أعبدوا الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ يعني كل أمة بأت الله منها رسول وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا قال أن يعبدوا الله فقط واجتنبوا الطاغوت أمرهم بالعبادة واجتناد الطاغوت وهكذا دائماً إذا دعوت وأيضاً أردت أن تدعو يجب عليك أن تتنبأ إلى هذا الملحظ المهم أن تدعو إلى التوحيد وأن تحذر من الشرك وعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا هو ما ينبغي ويجب أيضاً على المسلم ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهنا في قوله وعبدوا الله هنا إثبات واجتنبوا الطاغوت هنا نفي لكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في هذه الآية واجتنبوا الطاغوت وعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت هنا هو كل ما يعبد من دون الله الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله وقد جاء أيضا عند أهل العلم كلام أيضا فيما يتعلق بمعنى الطاغوت قالوا بأن الطاغوت هو الشيطان وأنه من يغير شرع الله أيضا يكون أيضا من الطواقيت ومن أيضا يدعى من دون الله فهو طاغوت والمعنى العام هو كل ما جاوز به العبد حده من متبوع يعني جاوز الحد وصرف عبادة هي لله فصرفها بهذا المعبود فيعبد فيكون بذلك ما جاء في معنى هذه الآية واجتربوا الطاغوت يعني عبادة أولئك الذين يعني صرفت لهم العبادة التي يجب أن توجه لله سبحانه وتعالى فصرفت لهم ترجمة نانسي قنقر